بطولة براغ يعني روبيال دخل اول بطولة محترفة لوزن مفتوح وخد اوبر بادي بتاعه طويل جدا تحس ان شكله غريب لنفس ستايل بيج رامي لما بيج رامي ظهر بالرجلين الكبيرة دي ولكن ده عنده بقى الرقبة وعنده الرجلين بتاعت بيج رامي زيكا جماعة اهلا بكم في حلقة النهاردة النهاردة هنتكلم على بطولة براغ سامسن داودا لسه كسبها روبيال كان فيها غريب احنا كن لسه متكلمين على روبيال من كم يوم وتكلمنا على ان هو احترف وهيعمل ايه في مجال الاحترافي سامسن داودا كسب مايكل كريزو خد تاني روبيال خد تالت نيثن دياشا خد رابع يعني روبيال دخل اول بطولة محترفة لوزن المفتوح وخد تالت وده طبعا حاجة كبيرة جدا 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 شكله اتحسن كتير من اخر بطولاته بالذات لما كان مع عقلية خلينا نشوف يا جماعة المقارنات مبين التوب فايف او اللعيبة اللي في الاماميات يعني عندك هنا سامسن داودا طبعا سامسن انا بيعجبني شكله جدا ولكن بحس بص في الفرونت دابل باي هما اللي اربعة بحس ان اوفر ريتش شوية بس هو طبعا احسن من المجموعة دي تعالا نعمل بوز هنا تعالا نعمل بوز نوقف تعالا في الفرونت لاتس بريد عندك نيثن دياشا رجله اصغر واحدة فيهم روبيال اضخم واحد بدون منازة كريزو شكله متحسن جامد ولكن سامسن داودا زي ما تقول ايه عنده التوازن ما بينهم كلهم لحظوا حاجة يا جماعة في روبيال لحظوا ان الابر بادي بتاعه طويل جدا تحس ان شكله غريب لانه عادة الجمالية بتيجي لما الرجلين بتبقى اطول شوية نيثن دياشا هياخد رابع فعلا في البوز دا سامسن اول وما بين كريزو و روبيال انا اديها لروبيال بصراحة يعني هنا بقى في السايد يعني بص احنا بنتكلم على حجم كريزو وهو الواحد ولكن لما يوقف بقية اللعيبة لأ بقية اللعيبة برضو كبيرة ولكن روبيال عنده كمية قلياف عضلية بص هنا في السايدشاست في السايدشاست لما نيجي نبعد بقى لما نيجي نبعد في السايدشاست بنلاقي ان سامسن داودا حجمه اكبر بكتير لما بيكون واقف مع بقية اللعيبة من لما بيكون واقف لوحده ودي على فكرة بتبقى نقطة مهمة جدا ان انت ممكن تلاقي لعب وهو الواحد وشكله جامد جدا وشكله ضخم بطريقة مش طبيعية بسبب اما هيكل عظمه او شكله او اي ان كان او حتى السيمترية بتاعته ولكن لما يجيه في جنب بقية اللعيبة لأ بتقول لأ بقية اللعيبة شكلها اضخم فعلا وهي دي بقى الميزة في سامسن دا وده انه اصلا الفريم والهايكل بتاعه كبير جدا طويل وعريض فلما بيبقى الواحده انت بتشوفه اه لا هو ده شكله شيك اوي ولكن الضخامة بتاعته بتبان لما بنبص على واحد زي روبيال وبيكون واقف جنبه لأ بتحس ان هو روبيال عادي يعني يشطى يعني فهم بصراحة السايتشاست هنا لأ انا اديها لمايكل كريزو بصراحة وبعدين ممكن سامسن دا وده وبعدين روبيال وبعدين نيثن يعني نيثن بحس ان هو صغير شوية في الوضع الباك دا ببايسبس اكتر وضع انا بحبه اه هنا اكيد بدون منازع اللي هيكسب سامسن دا وده ويش وبين قصة من من الخلفيات في الهامسترينج اه بنشوف ان كريزو عنده تقطيع اكتر بكتير من روبيال روبيال بيبقى زي ما تقول ايه مش ناشف قوي من الظهر مش ناشف قوي من الهامسترينجز كريزو عنده الجلوتس بتاعته اللي المؤخرة مقطع عن اخر تشريخه جمد جدا نيثن دي اشا يعني عادي يعني مش يعني هو ناشف اكي بس نقصه حجم كتير بالنسبة للتلاتة التانيين وطبعا اه سامسن دا وده واكل اه اللعيبة كلهم في الوضع ده اه بسبب حجمه سيمتريته وكل حاجة نيجي بقى نخش بسا في الاوضاع التانية هنا روبيال بيباني شكله مش طبيعي يا جماعة يا جماعة الحجم غريب جدا وهنا في وضع تاني اهو من الظهر روبيال بصراح عامل كسافة عضلية كبيرة جدا من قدام كويس رجليه طبعا فضيعة انا حاسس ان روبيال لو نشف شوية عضلات بتاعته هتجيب كونديشن اكتر هتفيده وبيفكرني عارف الموضوع ده مين بيجرامي بيجرامي كان عنده ضخامة عضلية مهولة ولكن بدأ يكسب وبدأ يعمل الضجة بتاعته لما عرف او جاب الفورميلة ان هو ينشف ويبين حجم العضلات دي مع الوسط الزغير بتبقى الفرق ان انا بس انا شايف ان روبيال معرفش بحس ان جسمه من فوق طويل جدا بالنسبة حس او رجليه قصيرة رجليه هي القصيرة جدا بمقارارة بجسمه من فوق معرفش لو ده هيفيده قوي لان النك وقر على فكرة عنده المشكلة دي ولكن عنده المشكلة دي اقل كمان من روبيال ده اللي انا بشوفه عيب في روبيال ولكن طبعا ضراعات وصدر وسمانات وكتاف كل حاجة متاحة عنده الحاجات اللي ممكن بص هنا من اللات سبريد ظهروا على فكرة كويس رقبته طبعا انا فيش رقب انا مش عارف الرقبه حتى يا جماعة الابزنثاي بتاعت روبيال حلوة طبعا الابزنثاي انا اديها لمايكل كريزو لكن وسطه عاريت شوية بالنسبة للعيبة السمر شوية سامسون ده ده عمري مع عمره ما عجبني الوضع بتاعه بتاع الفرانت ابزنثاي يعني ونيت اندقاشة برضو يعني مركز الرابع في محله يعني سايت شاست طبعا من زاوية تانية روبيال هو كبير كبير فشخ بس يعني انا باستغرب ان انا بشوف روبيال لوحده وبشوف رجل من الجنب رجل بقرة رجل جاموسة ولكن لما بيقف جنب كريزو لا هي اكبر بكتير من كريزو ولكن كريزو بص كتافه ودرعاته احلى لما بنيجي نخش على سامسون ده ده بتلاقي اصلا مفيش تعطيع قد كده في الكتاف والدرعات ولا حتى في الرجلين قوي من السايد ولكن الحجم موجود اه دي صورة سايد شاست روبيال جنب سامسون لا سامسون كبير فشخ يعني كبير يعني مبيلعبش يعني فاهم بص انا شايف اصلا البطولات عمتا بدأت ترجع صعبة تاني لان بالذات بعد ما اتحاد الف بي بي بدأ يعمل قوانين صارمة على الخصر الصغير ده بدأ يدي نوع من المسئولية على كل اللعيبة ان هم لازم يراعوا الموضوع ده مفيش بقى اشكال البطون الكبيرة او حتى الاحجام المبالغ بيها كما ان خلي بالك الناس دي احجامها فريكس يعني بالذات لما اروبيال لما بيمشي ده ميوتنت وشكل جديد ما شفناهوش قبل كده نفس ستايل بي جرامي لما بي جرامي ظهر بالرجلين الكبيرة دي ولكن ده عنده بقى الرقبة فهم يعني وعنده الرجلين بتاعت بي جرامي بس عنده بقى ايه حتة الرقبة بتاعته غريبة جدا انا عارف الرقبة بتاعته بتفكرني مين بماجن بو من دراجون بول زي بس ماجن بو لما لما شفت جوهن كان طويل بس رقابته كان طويلة كده وعرضها قد كده وبيفكرني بنفس الشكل ده استي اخي حاجة غريبة جدا ده بيوريك ان ايه ان من انحاء العالم في كمية جينات احنا ما نعرفش عنها ولا داريانين بيها وما تعرفش ممكن يطلع لك واحد منين تجي انت داخل بطولة انت فاكر ان انت جامد يجي لك واحد من موزمبيق فهم او زنبابوي اي مكان كده من الاماكن الافريقية دي يجي لك واحد فهم رقابته قد كده رسته قد كده سماناته قد دماغك وسطه مثلا وسط بيت بيكيني ولكن ظهره قد ايه لعبة جينات في الاول وفي الاخر لعبة جينات ولكن بطولة بصراحة كانت بطولة كويسة جدا وان روبيال جاب مركز تالت يعني كسب نيتن دياشا ونيتن دياشا على فكرة قديم في اللعبة ومعروف مع الحكام روبيال لسه نقطت من اليت وعادة خلي بالك ما تنساش اللي عادة بينط النطة من اليت للآيف بي برو عادة الحكام ايه بيحاولوا يوريه يعني هو لا يا حبيب انت دروقتي بتلعب مع الناس التقيلة فاحنا ايه حنلسعك شوية حتى يعني لو هو ما كانش يستحق تالت كانوا ممكن ينزلوه ولكن خد تالت ده معناها ان اخدها بجدارة واخدها مستحقة فعلا ان كانت صعبة اصلا على الحكام ان هو ينزلوه من المراكز شوية حتى ولو عايزين يقولوله لا انت هنا مع الايه الاتحاد الجامد معارفوش يعملو كده فده بيوريك ان روبيال ما بيهرقش انا متشوق هشوف في المستقبل ممكن الراجل ده يعمليه ده لسه بجس النبض بيحط لسه رجله في المية وجاب مركز تالت في بطولة مش سهلة بطولة صعبة انتو رأيكو ايه هل تفتكروا ان روبيال في من الاحتمال ان يوصل السنة الجاية او في خلال سنتين يصارع على لقب الاولمبيا مع ديريك ونيك ووكر وسامسن داو ده اكتب لي فيه التعليق ايه رأيك لو انت متفق على الموضوع ده او ده فيديو النهاردة في السريع في الخلاصة اتمنى ان هو عجبكم للبرامج المخصصة خش على اللينك اللي تحت غير جسمك في 12 اسبوع يكون شكلك احلى صحتك تكون احسن تكون بالك مرتاح يكون ثقتك تزيد ولو ازا ما عندكش الامكانية انك تشتري بروجرام عندك كتاب الوصفات لو انت متجاوز او حتى لو انت لسه عايش مع والدتك خليها تتبخلك من كتاب الوصفات بحيس انت ممكن تقولها ماما انا عايز رقم واحد او لمراتك انا عايز رقم واحد واربعتاشر وتمانية وسبعين ان كل واجبك يتبلك فيها البروتين الكارب الفات والالياف بحيس ان انت قصة ممكن تعمل الدايت بتاعك لو انت عارف محتاج تاخد كم سعره في اليوم سايبلك اللينكين في محتوى الفيديو تحت في المربع سايبهملك في الكممنس وسايبلك لينكي تالت بس ده بقى انت ممكن تخش تشوفه بنفسك دي خدمة جديدة انا عاملها متابعة واحد لواحد معايا على الاب بتاع تليجرام تلات شهور بتبقى معايا سواء بقى عايز لايف كوتشنج او كوتشنج لانك تعمل جسم ولكن مش بطولات دي حاجة انا مش بعملها ومش عايز اخش فيها دي حلقة النهاردة شوفكم بكرة ان شاء الله في الحلقة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر